تعريف مصطلح لويس الحلقة الواحدة والخمسون من سلسلة دليل مصطلحات ثورة التحرير الجزائرية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأفكر مصدر أو مرجع المعلومات الواحدة والخمسون لويس أصل هذه العبارة فرنسي جاء من ثلاث ألفاظ مختصرة على الطريقة الغربية في تسمية المنظمات والهيئات والأشياء المرتبة OAS وتعني باللغة العربية منظمة الجيش السري والمرصود بالجيش العبارة هو الجيش الفرنسي أو الجنح اليمين المتطرف في هذا الجيش وقد كانت بوادر إنشاء هذه المنظمة الإرهابية في سنة 1958 ميلادي حين تمرد الجيش الفرنسي في الجزائر على السلطات المتازية الفرنسية فسقطت توتي وصعد ديدول ولكنها لم تتأسس رسميا إلا في سنة 1961 ميلادي حين شعار المعمر والمعارض لاستقلال الجزائر ببواد الريح الحرية تهب على الجزائر والجزائرين واشتد أذى هذه المنظمة الفوضاوية اليائسة على الجزائرين ولا سيما في الفترة التي تلت اتفاقيات إيفيان إذ عاست فسادا شديدا فقتلت آلاف الأبرياء من المدنيين على اختلافهم وخربت معظم المنشآت العامة ونادت بشعار الجزائر المحروطة ومن أطبع جرائم هذه المنظمة المحمومة إحراقها المرتبة الوطنية الجزائرية بما فيها من تونز المخطوطات وعزيز الوثاة على اختلافها المدرسية بما فيها المدائس الابتدائية ورياض الأطفال وكانت غاية أن يريث الجزائريون وطنهم طاعا صفصافا مخربا من جميع وسائل الحضارة وقد أرطي القبض على أصحابها واحدا تل والآخر وانتهى وجودها الإجرام رسميا خلال السنة 1963 ميلادي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد تمبارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد